المناخية دلوقتي وإحنا بنستعد لإستضافة القمة الدولية والتخوف من وصول درجة حرارة الأرض لاتنين درجة تزيد إنها زيد توصل واحد ونص توصل لاتنين كمان ده هتوب كارسة كبيرة جدا إيه اللي انت شايفاه في مجال بقى الإدارة البيئية إنه نقدر نعمله كمحزير أو احتياطات إحنا بنقول السبب في القصة دي إيه اللي حصلت بقى دلوقتي اللي حصل إحنا قلنا تقبل أزون اللي حصل نتيجة الكولورو فورو كاربون كولورو كاربون ده عبارة عن مركب كيميائي بيستخدم في كمية ضخمة من الصناعات إنتاجه عالمين بيصل حوالي 1400 مليون طن سنويا لأنه هو رخيص بيخش في أساسيات البناء بيخش في تصنيع بعض الأجهزة كهزة تليفزيونات بيخش طبع تصنيع حاجات التجميل ومزيلات العرق والكلام ده كله اللي هو أي حاجة أوتومايزر تمام لو لاحظت تلاقي أي حاجة أوتومايزر تلاقي فيها كولورو فورو صحية تمام طيب الده بيحصل إيه؟ هروح ثقب الأذون يخش الأشعة اللي هي فوق البنفسجية اللي هي لقدر الله بتأدي حاجة ما تسمى سلطاني الجلد وفي نفس الوقت بترفع درجة حرارة الأرض وتزيد ما يسمى بغازات الدفئة أو غازات الانبعاث الحالي التي بدورها بتزيد إيه؟ بتزيد البخر طبعا الميا فبالتالي هتقلل الميا تمام؟ وفي ناحية التانية هتزيب إيه؟ هتزيب جبال الجليد الموجودة في القطبين مما يؤدي لارتفاع مستوى سطح البحر لقدر الله ممكن يحصل اكتفاء للدلتة سنة عشرين أربعين لكن من رحمة ربنا بينا الحمد لله يعني حصل موضوع الكورونا لو كان عشرين عشرين مما أدى لتوقف أيها الحياة الصناعية لمدة ثلاث شهور تقريبا مما أدى إلى التقام كبير في ثقب الأذون مما أدى إلى انخفاض شوية الأثار الضرة له لكن العالم طبعا بيعمل إيه؟ زي ما بيقول حرتك هو بيسن مجموعة من القوانين بيحط مؤتمرات بيحط معاهدات منهم طبعا اتفاق كيوتو اللي حصل في 2007 على تخفيض الانبعثات وتحددها ده كان في اليابان كان في اليابان بالضبط كده علشان يقدر يقول المؤسسات الصناعية لو سمحتوا استخدموا تكنولوجيا صديقة للبيئة لو سمحتوا اعملوا ممارسات بيئية الآيزو نفسها عاملة حاجة اسمها الوثيقة اللي هي 14 ألف الآيزو الخاص بالدراءة البيئية شوفك انت كمؤسسة بتطبق المراعاة للبيئة ولا لأ بتعمل ممارسات خضرة ولا لأ صحيح أو للناس بهذه الطبيقات اللي نعم سيلي يا دكتور لكل الناس اللي يسمعونا دهوقتي للممارسات الخضرة عشان ندخل على التسويق يعني عاوز أتكلم بشكل أكتر يعني وضوحا عن التسويق والاقتصاد الأخضر وزي نقدر يعني نحفزه في مصر تمام هو طبعا أنا كنت دايما لما بكلم حتى في أي محاضرة مع طلب عندي مثلا دايما نقول لهم إحنا في البيت ممكن نكون بنمارس الممارسات الخضرة أو بنعمل ممارسات الخضرة دي من زمان من غير مناع وإحنا مش عارفين بالزبط كده الأكياس اللي احنا بنحتفظ بيها الزجاجات الفاضية البرطمانات اللي بنودي استخدامها تاني تمام هو عشان بصفة عامة أوصل للي أنا عايزة من تخفيض الملوثات أنا هدفي إيه أصلا إحنا أي نظام في الدنيا أنا بس ما عليش هستفيد شوية في النقطة أي نظام في الدنيا هو عبارة عن مدخلات ومخرجات وبينها عمليات صحيح فأنا عشان أحافظ على البيئة في هذه المراحل الثلاث فبعمل تخفيض لكل التفاصيل دي بخفض الموارد اللي دخلة أقللها عشان ما استهلكاش بشكل أعلى البروسيس أو العمليات اللي في النص هي نفسها بتبقى استخدامتها للموارد دي أو العمليات دي بتستخدمها بشكل فيه افشنسي أو شكل فيه كفاءة بجيب مكينات بتساعد على توفير ده بتقلل الهادر اللي أنا باستخدمه أو الانبوت للداخل ده اللي خارج ده بينقسم لحاقتين البرودكت اللي خارج نفسه أو المنتر وي الويست أو المخلفات المخلفات عشان أتعامل معها ليها تلات طرق وتسمى بـ 3R أول حاجة اللي بيسموها الريوز اللي هو إعادة استخدامه ده اللي احنا هنخش فيه ببعض الدول يا دكتور بتعتبر المخلفات دي صاروة كبيرة جدا إذا قحش نستخدمها وإعادة تدويرها لسه هنقولها حاجة هو مضافة للاقتصاد يعني طبعا أول حاجة هنعمل لها ريوز هنعدي استخدامها تاني حاجة تانية هنقول عليها هنقول عليها الريديوز اللي احنا هنقلل من هذه المخلفات اللي احنا من الأول قللنا إيه الريسورس أو احنا بنستخدم بقى الكواليتي أشور ونسلح نقول عليه بقى لو تأكيد الجودة في العمليات عشان ما طلعش منتجات هلكة ايه ان انا بعمل ريديوز للايه الممكن مخلف يطلع اوكي وآخر حاجة طبعا اللي هي الاهم اللي هي الريسايكل اللي هو إعادة التدوير تمام كان زمان قبل ما نتكلم على البيئة فإنا بنقول ايه فروم كرادل تكريف يعني من المهد إلى اللحت اي ان الحاجة بتخرج من الصناعة المخلف ونتخلص منها في المدفن بقى الصحي في اي حد دلوقتي اصبح المفهوم فروم كرادل تكريدل يعني من الخارج الويست اللي خارج ده هنعتبره مهد او هنعتبره بداية جديدة كأنبوت في صناعة تانية ومنها ما قطع عليه اللي حياتي هتطلع عليه اللي هو بقى ايه ان احنا هنستخدم المخلفات وما يسمي ببورسة المخلفات